السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسل تحقيق بيانات على الاكسل PQB او مبادئ power query فيديو ده PQB06 هنشوف ازاي ممكن نجيب بيانات من الانترنت باستخدام power query هنحاول مع بعض نتصل بموقع finance.yahoo.com عشان نجيب الاسعار التاريخية لأسهم شركة جوجل كمان بعد ما ناخد الديتا دي من على موقع finance.yahoo هنستخدم power query editor عشان نعمل transformation او تحويل البيانات عشان نجهزها ونقدر نستخدمها بعد كده في تقرير عن الاسهم بعد كده هنقوم بتحميل بيانات على جدول من جداول الاكسل وهنستخدم مخطط جديد وجميل جدا اسمه stock chart او مخطط السهم معمول مخصوص علشان البيانات المتعلقة باسعار الاسهم اللي انت ممكن تجيبها من المواقع المختلفة على الانترنت كمان هنشوف ازاي لما البيانات اللي في الموقع يحصلها تحديث الpower query بمجرد refresh واحدة بس هتروح تعمل refresh للبيانات بتاعتها وتجيب البيانات الجديدة من الانترنت وفي الاخير خالص هنشوف ازاي ممكن ناخد نفس اللي احنا عملناه عشان نجيب الاسعار بتاعة شركة جوجل ممكن ناخد بس copy من الكويري دي ونغير السورس بتاعها ونخليها تبص على اسهم شركة فيسبوك وده ممكن يحصل في ثواني ومن غير اي صعوبة لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد اما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل download ال excel workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتغلتش في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجي لك notification لما نعمل فيديوهات جديدة وقبل ما نروح على ال excel ونشوف ازاي ممكن نعمل كده تعالى نبص على الويبسايت adi yahoo finance وانا هنا واقف على شركة جوجل ودي اسعار الاسهم اخر يوم 27 ديسمبر اللي هو تاريخ مبارح النهاردة 28 ديسمبر ده تاريخ مبارح وهي هتلاقي الاسعار بتاعت السهم الopen price سعر الفتاح او سعر الفتح والhigh price اعلى سعر والlow والclose وحاجة اسمها adjusted close وبعدين ال volume او كمية الاسهم اللي حصل عليها تداول عد الاسهم اللي حصل عليها تداول البيانات دي زي ما تشايف جاي في الجدول فانا عايز اروح اكونكت على البيانات دي من جوة ال excel عشان كل ما تتغير البيانات دي او يضاف يوم جديد يجيلي بشكل تلقائي على ال excel تعال نروح مع بعض على ال excel ونشوف ممكن نعمل كده ازاي وزي ما تعودنا لو هنشتغل على power query وحنجيب data من برا ال excel فهنشتغل دايما على workbook جديد فاضي وزي ما انت عارف ان ال power query موجودة في data ribbon على الشمال خالص في منطقة get and transform هي دي ال power query هروح على get data ومن get data هروح المرة دي على from other sources وهاختار from web هيفتح لي ويندو صغيرة ويطلب مني احط له url او ال web address اللي انا هجيب منه ال data بتاعتي اول ما هدوس اوكي هيفتح لي ال navigator بتاع ال power query على الشمال حلائي المحتويات بتاعة ال web site زي ما انت شايف في حوالي 4 tables اعتقد ال data بتاعتنا موجودة في table 2 لو اخترتوا حلائي ال preview بتاع ال data فعلا دي ال data اللي كانت موجودة هناك اقدر كمان من ال preview area دي ابص على ال web view عشان اتأكد انا في المكان الصح فعلا اهو انا موجود في yahoo finance ودي data اللي انا كنت ببصص عليها ولما تروح على table view هتلاقي الدنيا كلها تمام transform data عشان نفتح power query editor على اليمين لقيت اسم ال query table 2 تعال انغيره عشان دي له حاجة ليها معنى وانا هسميه google share price و enter بسرعة نراجع الخطوات source زي ما انت شايف راح جاب كل محتويات ال web site navigation لما اخترنا table 2 وبعد كده اللي واحده حاول يعمل بعض التغييرات ويزبط ال data type مفيش مشكلة ال date تمام 1.2 على اسعار الاسهم يعني الكلام ده معناها decimal number نفس الكلام على volume كل حاجة تمام شوية transformation سريع انا عندي هنا close وadjusted close محتاج واحد فيهم بس انا هلتزم بالadjusted close هاختار close وright click وقول له remove طيب عندي حاجة تانية سريعة ال date زي ما انت شايف بدء من يوم 27 اللي هو اخر يوم اللي هو تاريخ امبارك طيب وانا مش محتاج كده انا محتاج التاريخ يكون موجود من الاقدم الى الاحدث فمحتاج اعمل ترتيب هاختار السهم اللي جنب ال date زي ال excel بالزبط واقول له sort ascending حلاقي اقدم تاريخ موجود اللي هو 7 اغسطس واخر تاريخ بقى موجود تحت خالص اللي هو 27 ديسمبر كمان انا محتاج اسم الشهر لان بعد كده لو محاسم الجراف هيبقى طبعا ميت يوم طويل جدا زي ما انت شايف عندي مترو هيبقى طويل جدا على one chart فمحتاج حاجة تساعدني اسم بيها ال data بتاعتي وليكن مثلا اسم الشهر ازود اسم الشهر ازاي هروح على add column ومن add column على date ومن date هلاقي حاجة اسمها month هخش كده على السهم اللي على يمين ده واختار من تحت خالص month name هلاقيه ضاف لي column جديد على اليمين اسمه month name محتاج جيبه في الاول خالص فهاختار ال header بتاعه واسحبه بالماوس كده واعمل drag و drop في الاول خالص خد بالك لما هنجي نرسم زي ما قلنا ال stock chart الجديد ده محتاج ترتيب معين اول حاجة محتاجة هيكون ال volume موجود قبل الاسعار بتاعت الاسهم يعني prices المتدولة يكون قبليها ال volume فهاخد ال volume وحطه بعد التاريخ على طول وقبل كلمة open كده انا جاهز ودي كل steps بتاعتي متسجلة اقدر اعمل close and load وهروح على home وقوله close and load close and load to هيفتح لي ال ويندوز صغيرة بتاعت import data مفيش مشكلة انا محتاج احطها في table بس خلينا اخد existing work sheet وهاختار احطه مثلا وليكن في A15 و click ok حلاقي على اليمين فتح لي وحلاقي ال table هنا بيت carry it وحلاقي هنا بيعدي لي الميت روز بتوعك انت كده تمام معلوماتك موجودة تعالى بقى بسرعة هنرسم التشارت اللي قلنا عليه هاختار من اول ال date لغاية closing price وهاختار لحد اخر table وعشان ارسم chart طبيعي هروح على insert ومن insert هاختار ال waterfall chart ده وادوس تحت كده وحلاقي حاجة اسمها stock هاختار اخر واحد على اليمين لو اخترنا مع بعض وعملنا hover مكتوب ايه مكتوب volume open high low close ده الترتيب الزبط اللي انت مطلوب تعمله هاختار نوع التشارت ده لوحده على طول هرسم لي تشارت زي ما انت شايف وزي ما انا قلتلك التشارت هيكون كبير جدا انك تحط كل المعلومات دي في التشارت واحد عشان كده احنا زودنا month name طيب انا عايز اتحكم اختار ابص على شهر بشهره لان زي ما انت شايف الجراف كده صعب جدا قرأته هعمل ايه وانا مختار اي سل جوه التابل الزريف ده هروح على تابل ديزاين ومن تابل ديزاين هروح على انسرت سليسر وهاختار من انسرت سليسر هاختار month name وقول له اوكي هيعمل لك سليسر شكله جميل جدا تحطه جنب الجراف بتاعك تختار منه اوجست هتلاقي حصل فلتريشن على التابل ونفس الكلام على التشارت اقدر اقلب في اسامي الشهور الموجودة قدامك اخر شهر عندك ديسمبر مفيش مشكلة خالص حراكي احنا النهاردة زي ما اتفقنا 28 ديسمبر لسه الساعة واحدة الصبح على حوالي الساعة خمسة بعد الظهر او ستة بعد الظهر هيكون حصل update ممكن يحصل update تنزل المعلومات الجديدة لو جيت حضرتك على التابل ده وعملت رايت كليك والتابل refresh هتلاقي المعلومات اللي جواد اتغيرت وبدل ما كان اخر يوم موجود زي ما انت شايف هنا في التشارت ده لو ما اديناه شوية هتلاقي اخر يوم موجود فيه هو 27.12 زي ما انت شايف برضو في التابل 27.12 هتلاقي فيه يوم جديد زاد وبقى عندك يوم 28.12 طيب احنا كده عملنا شركة جوجل اقدر اغير التشارت تايتل واكتب هنا جوجل افرض حركة عايز اعمل نفس اللي عملته على شركة تانية ولتكن مثلا شركة فيسبوك ممكن اعمل كده ازاي مفيش مشكلة خالص هقف على ال queries and connections دي وهقول له duplicate اول ما هقوله duplicate هيفتح لي تاني power query editor وزي ما انت شايف لو فتحت من على الشمال هنا بدل ما كان عندي query واحدة بقى اثنين query و query التانية زي ما بعمل اي copy على طول بيديها by default اسم بيخليها جوجل share price 2 فانا عايز اغيرها واخليها facebook share price ودلوقتي بدل ما انا هعيد كل الخطوات التاني كل اللي هعمله هروح على source وهدوس على العجلة اللي جنب السورس دي هيفتح لي تاني الويندو اللي كان فتح لي في الاول عشان يطلب مني ايه هو اسم الويب سايت وانا عندي الوقتي ال url بتاع facebook من نفس المكان او من نفس الموقع اللي هو finance.yahoo.com هعمل بيست ال url الجديد مكان ال url القديم ودوس على اوكي هيبدأ يروح يكنكت على الموقع الجديد ولو حرك روحت على الاخر خطوة خالص هتلاقي مفيش مشكلة عمل كل الخطوات السابقة وعمل كل اللي انت عايزه ولكن على source الجديد اللي انت غيرته له حركة جاهز ممكن تقول له close and load to هيفتح لك نفس الويندو بتاعة import data تعال نحطه جنب التابل التاني فهقول له existing worksheet وهاختار مثلا هنا واقول اوكي هيبدأ يعمل loading لفيسبوك share price دي الكويري التانية اللي احنا زودناها وهيبدأ يكرية التابل جنب التابل التاني زي ما انت شايف في ثواني معدودة اقدر ان نعمل تابل تاني احركة ممكن تكمل نفس اللي احنا عملناها بالزبط وتبدأ ترسم كمان graph تاني وتعمل slicer تاني وتشتغل على اي عدم الاسهم انت عايزه بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة ارجو يكون عجبكو وقبل ما اسيبكو احب اقولك لو لسه مشركش في القناة لو سمحت اشترك واعمل لايك للفيديو لو عجبك واسب لي comment عشان استفيد من تعليقاتك واشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة